وفي تفاصيل هذا الملف بمختلف استحقاقات المكونات أكد مدير إعلام مكتب مفوضية انتخابات أربيل أحمد مازن تنبيد فترة تسجيل الناخبين حتى نهاية شهر شباط الجاري وأوضح تشكيل فرق جوالة لتسجيل موالد 2006 في المدارس والجامعات والمعاهد بالإضافة لموظفي الدوار الحكومية وذلك ضمن الإجراءات الجارية استعداداً ليوم الاقتراع تم تمديد فترة تسجيل الناخبين في محافظة أربيل لغاية شهر شباط الجاري لدينا 53 مركز تسجيل لتسجيل الناخبين وتوزيع بطاقات الناخبين غير المستلمين لبطاقاتهم وكذلك شكلنا 85 فريق جوال مهمة هذه الفرق تسجيل الناخبين من موالد 2006 من طلبة المدارس والجامعات والمعاهد في محافظة أربيل كذلك تسجيل الناخبين من موظفي دوائر حكومة الأقليم وكذلك يزورون القرى والأرياف البعيدة عن مركز المحافظة ومراكزنا مفتوحة من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثالثة عصرين ونحن نهيب بالمواطنين الكرام مراجعة مراكزنا وتقريباً يومياً يزورنا تقريباً 500 شخص لغرض التسجيل ولغرض الاستفسار وبعد إقرار موعد الانتخابات إن شاء الله سنقوم بالسير على الخط الزمني من ناحية تسجيل الناخبين ومن ثم توزيع بطاقاتهم وكذلك التحضير ليوم الاختراع لحد هذه اللحظة بالنسبة للعدد الكل للناخبين غير واضح بعد إن شاء الله انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين سنقوم بجمع البيانات ومعرفة عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان للأقليم وأيضاً بعد توزيع بطاقاتهم إن شاء الله سنقوم بطرح هذا العام